طبعاً اتحاد اسكنداري كان ماشي بخطة في منتهى القوة وماذا الحياة في موقع راعه في المركز الرابع يعني لكن النتاج الأخيرة لم تكن على المستوى مما دعا طبعاً رئيس مجلس ادارة نادي اتحاد اسكنداري المحترم السيد محمد مسالحي أنه يعمل اجتماع النهاردة مدوي مع الجهاز الفني ومع كل اللاعبين ده رجل هو رب الأسرة وهو ربان السفينة وبالتالي كان لابد أنه يتحدث أبدأ ضيقه الشديد لللاعبين من الأداء غير الجيد في بعض المباريات خاصة المباراة أسوان الأخيرة اللي كانت في المتناول وأن النقاط المهضرة التي فرط فيها الفريق في بعض المباراة كانت كفيلة بتغيير موقع الفريق بجدوى المسابقة تماماً ووجوده بمركز أفضل وبمبناء عليه قرر المجلس الإدارة بالتنسيق مع كابتن طلعت يوسف إيقاف مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج وأداء الفريق كمان قرر المجلس خصم مبلغ 30 ألف جنيه من كل لاعب وشدد على أنه سيتم يعني محاسبة الفريق بدقة في الفترة القادمة وطبعاً أشار رئيس النادي بأنه يقدر تماماً حالة الغضب اللي انتابت جمهير الصغر عاقب لقاء أسوان والأداء الباهة اللي قدمه الفريق وقال إن جمهير الصغر العظيم الوفية هي الداعم الدائم لنادي الاتحاد على مر العصور نتمنى إن شاء الله كل توفيق لنادي حاسكندري سيد البلد سيد البلد وإن شاء الله بإذن الله يعود إلى مسارته الرائع يال